خلينا دونك نحكي أكثر على الخوف في علاقة بالنظام التعليمي ذو اللي واضح للنس الكل كونه النظام التعليمي الحالي مبني على الخوف يعني مبني على الخوف وليس على حب التعلم مبني على الخوف قال شنوه الخوف هو الديسيبلين الخوف هو اللي يخلي الصغار يسمعوا الكلام يسكتوا بش يسمعوا المعلم ولا الأستاذ شي يقول بش يخدموا دروسهم بش يجيبوا نتباهية إذا ما يخافوش الأستاذ والمعلم سايبوا الماء على البطيخ يقولوا احنا ما عاش فيما ديسيبلين وتدخلوا بعضها وكوشي اللحظة معايا في النظام التعليمية متعنا كيفاش الصغار كي يخرجوا من المدارس يبدوا يجريوا بطريقة تفكرني بالنار متع الغاز كي ما قتلك بكر اللي تشعل ضربة واحدة خاطرها من اللول معنتها ماها ما نجمتش تشعل الطاقة الترشق كي ما البركان يتفجر لاحظة معايا كيفاش في آخر العام الصغار والشباب يقطعوا الوريق والكتب انتي كيفاش تفهم اللي هو العام وفاو الامتحانات وفاو كيف تلقى الكرارس والكتب مقطعين قدم المدارس عكس النظام التعليمية المتقدمة شو قول الغربية وفانلاندا جست متقدمة عليش خدر مش خدر هوم دي زوربيان خدر هوم ناس خذيه والعلم وطبقوه العلم علوم الدمير لنوغو سيانس قرعوا الكتب بقرعوا البحوث العلمية وطبقوها والله يخلح القوس احنا عنا حديث في الزبدة طال علوم هذي الكل نس كل تعرف علم الأطفال كيفاش جسوي سيوغ نس كل تعرف علم الأطفال كيفاش وهم يلعبون يعني هاي جملة الغزوم توا توت لنوفيل زيتود لغو شخش عالجيميفيكاش دوليدوكاش معده كيفاش يزمك الكور متاعك ولا المعلومة متاعك ترده على شكل لعبة ترده جيم فهمت واذا كعليش هما دول متقدمة خاطر عارفوا كيفاش صلحوا نظام تعليم متاحهم بش ما يكونش مبني على الخوف لكن يكون مبني على حب التعلم فهمت يولي التلميذ ديسيبليني خاطر يحب الأستاذ ولا يحب يتعلم حتى كان ما حبش الأستاذ الذاته يحب يتعلم وما يكرهش الأستاذ في النظام التعليمية المتأخرة للأسف المبنية على الخوف تلقاها فيها برشا غضب هم يمطعوا يعني التلم ذا مش مش يركزوا يبدوا يحكيوا ولا برشا عنف العنف المدرسي ذول اللي توا ما غير من حل قوس خاطر صارت أحداث في المدة الأخرة توجه على القلب على الأخر غير ما نزيد نحكي في المواضيع ذي معناه كي تشوف كمية العنف اللي في المدرس وهذه اللي يظهر خاطر صيختين ما تصير حاجات أنا حتى في الليسي متاع بنتي معناها صارت حاجة وقد تلف ولا مما غطاوا عليها باش ما باش ما سمعت الليسي ودرشنوه فهمتا راو العنف موجود كل يوم في المدرس في الليسي كل يوم وهو يبدأ معناتها انفيزيبل سيلانسيو فهمت يبدو التلم ذا حتى لسا ذا رام حيشين في عنف عليش خاطر النظام اللي مبني على العدد ذا المهول المسواع اللي خلي الإنسان يعدي حياته الكل يعدي نهار ولكل مع تمث ثمانية للخمسة واللستة وهو أبليجي عنده ساعة كذي وبعد ساعة كذي وأبليجي يقرأ حاجات معينة النسكو لتقراها حفي الصب حفي الصب معتها عنيف هو النظام عنيف فمتعليش خاطر ما يحترمش الفردينية متاعك ما يحترمش الخاصيات الفكرية والميولات الفكرية متاعك وش يقول علم الدماغ الحديث يقول راو التعلم ميجي شك التعلم لازمك تخلي الميولات الفكرية متاع الفرد هي لتختار البرنامج يعني كل الفرد عنده الحق يختار شنو بشي تعلم شنو ما المواد ولا الحاجات اللي بشي يختارهم وإذا واحد ميحبش الرياضيات مش لازم تقرير رياضيات بالسيف شوفوا هو شنو يحب يعني يزمك تخرج من الميولات الفكرية ولا حتى الميولات الدماغية نعرش تتقال انتخل يومي ولا المخ هو اللي قرر شنو يحب وانتي تعاون وانتي تعاون وكي نظام تعليمي ولا كأستاذ تعاون وكيف تعطيه مادة تعليمية ولا تعطيه مناهش تعليمية اللي هي مبنية على اللعب واللعب رو مش مش لعب اللعب مش لعب مش تفادليك اللعب ستخي سغيور وبش تصنع اللعبة تربوية انجو ادوكاتيف اللي الكور بتاعك تقلبوا على شكل اللعبة رو صعي بياسر مالش نو صعي بياسر فمتا ستخي ديفسير معنى أسهل بياسر كانت قولا يا هاو مالاربع كلمات خوضوا مكاو اما بش تقدم الفكرة ولا المعلومات بطريقة ذكية تخليك التلميف معنى يتشد وينتبه ولي مركز معاك ولي يبدع هو بيد ويزيدك فالغاجوتي مش سهل دونك اللعب في التعليم مش لعب را مالش يجيبوا فيها لزيكسبير من ديو بش يعملوا لغيميفيكاسيون دونك خلتلكم على عكس النظم المتقدمة اللي هي مش مبنية على الخوف اللي يعطينا العنف الثنائية هذية متاع الخوف والعنف لكن مبنية على التوازن وعالم حبة ولا الحب سميه كما تحب بلو بلو برنسيب بلو بلزير دو فاصان جنرال كونك تحترم اكل الفردانية متاع التلميذ وحتى متاع الوستاذ وتخليهم يخدمو يتعلمو في محيط والانفيرانمو عن تفافو غابل اللي هما الزوز عاملين جوا من الأخر الزوز عايشين في مشاعر متاع 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 حب تعلم تو كاذي هي النقطة متاع النظام التعليمي ذو اللي هما ياسر والله العظيم نهارت للنظام التعليمي متاعنا يتبدل بالحق تو تشوفوا كيفاش البلاد تتقدم وتولي خير من دبي كما قاتل المرأة يتبدل معنتها معادش مبنية على الخوف لكن مبنية على الحب الحب مش معنى حب بين مرأة وراجل عاود من حلق وصف متى ذاك في اغلبيت الحالات مش وحب تعلق والتعلق هو خوف يعني خوف كونك تقعد وحدك خوف كونه المجتمع يقول عليك خوف كذا تحس اللي انتي تحب العبد كما قوم مش وحب هو خوف وتحس اللي انتي تغير عليه انتي مش تغير عليك على شنو تحب ولا هو يغير عليك نو هذاك خوف فهمت خطر انتي تحس روحك ناقصة من غيره يلزم هو موجود هو يقول لك اه ولا محليك انتي وانتي حسن مراه في العالم ومتطيبك حسن تطيب في العالم ويجيب لك الكادويت ويكلمك عشرة مرات في النهار بسكو تحب بزوان دولوي سوني باد لاموغ تقولي شنو الحب ابيش اعطيكم ايماج اللي حسب رأيه تجسد الحب اينا ديما نقعت في البركون متفرش في الشجر انا من المغرومة بالطبيعة فمت ومتشجرة كبيرة كالتوس ايضارلي وتبدأ هكا النسمة معناها خفيفة مش ريح قوية حتى ريح قوية اما نبدأ نخزر للشجرة كيفاش لو رأيق متاح هيتحركوا الكل مع الريح هذيكا حالة حب تهمت؟ كتبدأ انتي عايشة في الحالة هذيكا مع راجلك رأي حالة حب بمعنى التفاعل ايجابي كيتكمل بودكاست امشي يشوف شجرة كالكوباخ ووقع تثبت في الوريق كيفاش يتحركوا الكل لكن بطرق مختلفة ولكن الكل هم تحس اللي فما تانيغم فما أغموني جلوبال فما سامفونية دونك هي ذبذبات عالية جدا راه وأصلا انتي كي تقعد تركز في المشهد اذيكا درجين ربوع ساعة تحس بالهدوء تحس بالحب الطاقة والذبذب تتعدالك يعني بضبط كيما مع البحر زيدا كيتفرش في البحر كيفاش الموجة مع الريح دونك هذي هاي الفكرة اللي حابيت نوصل لك ونروا الخوف والغش هما زوزوا جوه لنفس الميدالية ومنين يجيوا يجيوا من طريقة تعاملك مع الشعلة الالهية اللي موجودة في كل إنسان في كل صغير إذا طريقة التعامل من اللول غالطة في ثلاثة سنين اللولانين متاع الصغير في الروضة إذا هي غالطة إذا هو معتها للأسف يلقى روح وفي محيط يطفي الشعلة روضة صغيرة ذيكا تتوقع منه ياما بشاعد يحيته في الخوف وإلا في الغذب وهو معتها في الغالب شوية مرة خوف مرة غضب معتها سيونالتغنس وفهمتها خاطر الناس اللي يتغشوا ياسر زداء ذكا هو في الأصل فما خوف عدم ثقة في الحياة خلينا نقول وفهمتها تقول لي بهتا وفهمنا ذا الكل وكيفاش نخرج من الخوف كيفاش نخرج من الخوف واللي هو يعطينا سكونا بالسترس سكونا بالسترس قول لك أولا أنا ستخيسي فهمت مثلا عندي برشا خدمة عندي عنديك زمانات سترسي شنون سترسي خايف في الحقيقة انتي خايف لما تعديش مليح لك زمان تاك ولا خايف لما تكملش خدمتك ودوسيتك في الوقت ولا انتي سترسي تحس في بدنك فما أن سترس فيزيولوجي وهو سي غيال معتها إليا دي زور من كيس معتريت بدنك كي تبدأ في حالة خوف فما هرمونات معينة تصنع فمت حالة غضب هرمونات معينة والهي الهرمونات تدمر الجسد فمت دونك دي ممكن يخلينا نفهم أكثر الإشارة الإلهية معتك وربي سبحان يقول هكا غالط هكا غالط مش صحيح حالة انتي مثلا المكينة تلقى همت نعرش تنزل على بطا معين تتحرق المكينة ولا تولي تخذب ولا تولي سفاب فمت آه تولي تقول لا ما يلزم نعمل هكا هكا ولا المكينة الإلهية ذي اللي سنحها ربي سبحان ولي اسمها لبدا كي تبدأ في حالة خوف وفي حالة غضب تبعث لك الإشارة الحامرة غالط غالط يعني الهرمونات متع الخوف ومتع الغش حرفيا يحطموا الجسد يحطموا نظام المناع عنه يوقفوا النظام الهضمي النظام الأعصى كل شي فهمت كي ينها إشارة إلهية عكس الهرمونات اللي في حالة الهدو في حالة الثيقة في حالة المتعة والحب كي ما قلت الكراو مش معنى حب بين مرأة وراج الحب بالمفهوم الشام المفهوم التناغم مع الطاقة الكونية الهرمونات اللي يتصنعوا وقتها في البدن بالعكس يعني يحافظوا جهاز المناعة يعني كل شي في البدن يولي خير حسب رايك شنو معنى ماذي الإشارة إلهية هكا ولا كونه المكينة هذي راي تمشي هك ما تمشيش بالتاريقة الأخرى إنتي تجرب مثلا تجرب في الخوف يقولك ليرا ورد بيلك الخوف إذاك ليرا ويفسط لك المكينة فهمت حسين إن شاء الله تكون الفكرة وصلت وذك عليش النظمة التعليمية المتقدمة مبنية على فكرة البيان في الفرنسي البيان وفهم مكتب ما يكتب على البيان والإدوك والإدوك ما يجب أن تعمل تقول بيان فيان شو معناها بيان فيان بيان فيان معناها كونك تحاول تستشعر خلينا نقول أنت كيفش تتعامل معا الصغيرة كونسو أنت معلم ولا أنت بوه ولا أمه كيفش تتعامل معا يندرى تتعامل معا أنت لقى ممكن من الخوف والغش اللي فيك وقتها ركب تحطمه كونسو أنت المعلم ولا البو كما قلت لك ولا أذيك بيان فيان شو معنى يا بيان فيان والله منعرش كيفش بالعربي أما فيها الاحترام فيها الحب فيها التفاعل الإيجابي يعني نتصور نهارة النظام تابعنا بشي تبدل بشي ولي وفريمون التست المعلمين بشي يدخلوا يخدموا في التعليم ما عادش بازي على وريني انتش نقاري فهمت لا فريمون تست بسيكولوجي انتش انسان بيان فيان فهمت يعني المعلومات مش مهمة على الميت مش مهمة المهم هو طريقة التعامل مع الصغير ذك علش انا والله ساعات يجوني سؤالات يقولوا لي بللي شنية المدرسة اللي تنصح نحط فيها المدرسة الفلانية شنو ورايك فيها السيستام الفلاني شنو ورايك فيها تعرف شنو نجاوب الام ولا البون قلوا برا امشي للمدرسة اللي بش تحب تقايد فيها ولدك وما تخزرش هو بقديش ولا بريفي ولا بيبليك ولا يندرى عندهم منعرش انا ديزورديناتر ورخام ها احكي معاهم العباد اللي غادي احكي معا المعالمين ولا الاساذة ولا الناس اللي تخدم غادي يندرى ناس طيبين ولا ولا العظيم معتريت بعض الكتب اللي قريت هالكل على اليدوكاسيون وخطب كتب تقدش من كتاب وكل نختزلها الكلمة احكي معاهم شوفوا مندرى الناس طيبين ولا ارى بعد ربع ساعة نص ساعة تحكي مع العبد تحس به تحس بالطاقة متاعه تحس بال في الصوت متاعه تحس ويندرى هو انسان عنده برشا غضب عنده برشا وجيعة متخبية عنده حب تسلط ولا انسان قلوا احنا ناس طيبة الشيء يظهر في الصوت يظهر في العينين يظهر في الوقفة يظهر في كل شاي فامت السيس كون أبل لابين فيانس لابين فيانس فامت دنك هي لابين فيانس نهارتلي تولي هي بغمو الاساس في التربية في الأسرة في التعليم تتشوفوا كيفش المجتمع الكل في ظرف ممكن معناها جنراسيون وحدة يتبدل كله كون خدمة ممكن رك تقول باي شنون نعملو عطينا حاجة تطبيقية عطينا حاجة تطبيقية تطبيقية بايش بنرجع الليماج متاع القاز بايش الفم متاع القاز يبدأ مريقل معنا الماء لطيب سلة سلة مش يبدأ قوية سلة تتحرق الماء لأ ولما يشعل الجملة فهمت نعملو بشي يبدأ فودو اللي هينج نسميوها الثقة وإلا التدفق خطر كلمة الثقة أنا ما حاسب رأي نسميوها خير تدفق وإلا نسميوها ثقة في الروح الإلهية فهمت بالضبط كما النار اللي في القاز فهمت فما تدفق هكا وليه فما ثقة كون ديما فما تدفق يعني ثقة حطها يساوي التدفق فهمت نك لازمك أنت تحفز التدفق فهمت كأنه نهر كأنه مجرى متاع واد فهمت كيف تحفز التدفق هذي متاع هالشو على الربانية اللي في وسطك كي تعمل ديزاكتيفيتاي يخليو يخليو عندك تدفق فهمت الليزاكتيفيتاي اللي انتي تحبهم اللي انتي يخليوك تحس بالمطع بالسعادة تهمت التجم تكون حاجة سامبل على الاخر تعمل ماخش تتفرش في الشجر الطيب حاجات يعجبوك تسمع موسيقى تعجبك تشتح الرقص رو ما غير نحل القوس ينعود نحل القوس اخر في الكتاب الاخراني شي فئذاتي ما تلقوه في المكاتب الكبيرة وكسفورد كيلتوريل فناك ولا زدت تدخل على صفحة فيسبوك شي فئذاتي تقرع شوية مقاطع وتنجم تعد يكموط يجيك للدار في متى في الكتاب شي فئذاتي البطلة كيفاش وصلت مع انت خرجت من الازمات بتاحها وكل ومن المرضى الكبيرة بتاحها كيف عملت مشات في رحلة متى تشافي وكذا وتعلمت حاجات ولد يعني تعمل حاجات معينة لها تخلي الطاقة الربانية كما قولوا تتدفق في وسط 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 par exemple المشي بواعي الأكل بواعي المساج الرقص chapitre كبير الرقص المساج التدليق المساج ما تتدليق concrètement في متى قات انت تستمول في السيستم لنفاتيك لدغناج اتترا لسيركولاشن صنغين ميوالا اللي هما هذوك شنو مال الدم اللي يجري في البدن واللنف شنو ماذوك تجسيد في الأخر للطاقة الربانية اللي في وسط كاولي دونك يعني عملية المساج هي تحفيز العملية التدفق كما قولوا كون الدم يجري خير في بدنك سيستم لنفاتيك يخدم خير فهمت وبصفة عامة يعني في الحياة كل اكتيفتي كل فعل حركة تخليك تحس بالتدفق تحس بالسعادة هي اللي تخليك تسترجع فيقتك في النفس وتخليك تتغلب على الخوف وعالغش فهمت ما بيسور هذا ميجيش في نهار وميجيش في جمعة بيسور على قدمة معناها اللي تفعليك على قدمة صار اتفاق الشعلة على قدمة يلزم وقت يلزم وقت فهمت يلزم شوية وقت بيش نرجع التدفق خطري يرى الشعلة دي ما موجود أروا بدن كنتي حي موجود الشعلة ما زالت موجودة فهمت دونك لزم شوية خدمة بيش نرجع التدفق الأصلي اللي موجود في الصغير ريت الصغير كيبدأ على الفطرة السليمة كيفش يبدأ يفحك وطموح ريت حالة الطفل هي ممكن أكثر حالة تعبر على التاقة الإلهية اللي موجودة في الإنسان آخر حاجة يذول من نجموش نكمل ونحكي وعالخوف مغير ما نحل وقوس فيما يخص الخوف في علاقة بالإله كيفش معت أغلبية العباد علاقتهم بالإله مبنية على الخوف بني على الخوف ويذول أغلبية الأمهات قالوها الجملة الشهيرة معناها رد بالك تعمل شكة ولا رد بالك تسمعش كلامي خاطر ربي يحرق ربي يحرق بالنار يعني تصور أنت شنو اللي يتكون في اللواعي متاع إنسان يتربى على الفكرة هذه كونه ربي يحرق بالنار ولا يولدي يلعب مع الكل بسمه براتشو قد تتصور أنت تحط براتشو في النار تصدم تفجع وإنت زي داتها اللي تسمع فيها كان عندك كلب تتصور تحط كلبك في النار ولا قطوص تتصور تحط في النار خاطرها ما سماتش الكليم خاطرها ما عملتش اللي أنت قلت لها أنت قلت لها امشي منها مثلا ولا أعمل هك ما عملتش هك أنت أنت تعقبة تحطها في النار تتصور أنت تعمل هك أنت إنسان عندما أنت ما تتصور روحك تعمل هك وتتغزز كي تسمع حاجة هك كيفية تتصور الإله كيفية تتصور الإله الإله خالق الأكوان خالق الجسد هذي اللي قدامك خالق الخلية أنت كانت تعرف الخلية كيفية تخدم مكمية الذكاء اللي في الخلية تولي تتعامل مع الإله بطريقة مختلفة تماما معتها تماما معتها خطر على قدر الذكاء كي تكتشف الذكاء الكون الموجود في كل شي كما في بدنك أنت كما في النمال كما في الشجرة كما في قد تتعامل تتعامل مع الإله بطريقة أخرى مختلفة تماما عكس الطرق البداية المبنية على الخوف وما تنسيش وما تنسيش نحل وقوص في الديانات القديمة لكل العلاقة مع الإله مبنية على الخوف ومبنية على تقديم القرابين شو معنيها معنيها ما نعرف الشينا أزين ابنية مثلا يرميهم في النيل لواش قربين للإله تصور أنت معنيها بنتك الله وحد معتها طفلة مزيانة تعمل هكا تقول بش نقدمها قربين للإله نعرف شي صادم أماما لازم نحكي حاجات وعظ حكي من هكا بش أن ولا هذه كالطريقة البدائية في التعامل مع الإله كدكتاتور عبارة فرعون يخوف العباد بش يحكم فيهم بش يخدمونه خدمة معينة ولا يخدمون ويعطيوه الجباية يعطيوه معتها كل شي يعني فكرة بدائية كما العلاقة بين الملوك المتسلطين ولا الدكتاتوريين الدكتاتوريين المتسلطين مع الشعب الفقير البائس وهي هذه الطريقة اللي يروجولها الرجال الدين عليش خاطر كما حكينا بكري مشاعر الخوف هي اللي تطفي الشعلة الإلهية اللي في وسطك أصلا الخوف يطفي المخ نستعمل كلمة يطفي خاطر بالحق هي اللي تصير ريت المخ المخ يبدأ يخدم يبدأ الإنسان يخمم يتعدى بين السلول الكل السلول النغفوز عقله يتسكر عليش خاطر يخاف خاطر فما رد بالك ربي يحرق وهاو بالنص القرآني كما نقوله والنار وجهنم ودرش نو تقولي اي شنعملو مال شنعمل نخرجو بالدين نص القرآني مش صحيح شنو نعمل ولا ما نعرش انت شنو شتعمل انت أمور كما هاو انا نعطيك انا نعطيك انا وين وصلت يعني فهمت بارتاجي معاك انا وصلت فهمت كونه النص القرآني مش باللغة العربية متاعنا احنا شمعناها معناها هو بليسان عربي معطيك الكلمة كلمة النار مثلا موجودة في العربية لكن يمكن من حكمة ربي سبحانه جاي بالعربي وما جيش بالفرنسي مثلا خاطر في الفرنسي الكلمة عندها معنى واحد بصفة عامة ولا في الانجلي كلمة عندها معنى واحد في العربي الكلمة ينجم يكون عندها سبعين ألف معنى ويمكن هذيك الحكمة ولا القوة ولا المعجزة اللي هي في نص القرآني كونه الآيات متع النار مثلا والتخويف تتفهم بتاريقة بيدئية بالنسبة لناس بيدئين نوعا ما لكن كيف الواعي البشرية تقدم تولي تتفهم بطرق أخرى وقت اللي يفهموا مثلا الهرمونات متع الغضب والمشاعر ويفهموا كما حكيت لك بكريليونغ واليين وكل دون كيفهموا اللي الموضوع متع النار والناس اللي عايشة في جهنم والعايشة في سقر هي ذاك وصف متع النوع من مجتمعات بشرية غارقة في الجهل غارقة في الغضب غارقة في المشاعر الهاب تبعنا مشاعر الخوف مشاعر العار مشاعر النقمة مشاعر الغيرة كل مشاعر الخايبة الكل واللي نحل القوس تلقاها الكل كونسانتري تعرفين واللي في المسلسلات اللي بزهار يحطوهم الكثير ومضاع مغير ما نسمي القنوات يذول لنسكوا الفهم فما مسلسلات كوكتيل بامب نوكليار معنا يا أم أبي بالمشاعر ذو مالكول فهمت الخوف الغش النقمة الحزن الخيانة كل 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 ما بعظم فهمت سبحان الله معتها بالحق سم فريمون سم واللي مالورزما معتها اللعبات تبدأ تتفرج والشباب يتفرج ومش فاهم اللي هو قاعد يعبي في روحه بكل مشاعر والطاقات السلبية الكل إن شاء الله الفكرة هذية معتها تفيدك في حياتك وتخليك تعرف تختار وتعرف توزن وما تخليش روحك وتكون بالحق من الذين هم لفروجهم حافظين الفروج بمعنى الفتحات المداخل الكل كي تفرج كي تفرج على مسلسل راك تتفرجوا تتفرجوا تتبعوا وتخلي علاقتك بالإله مبنية على وعي أعلى وتشوف العلم شنو يقول خاطر قد ما يقدم العلم وقد ما نكتشفه حاجات في العلوم الكل في الفضاء في الفيزياء في الرياضيات في علوم الحياة قد ما تشوف العلم الحديث شنو يقول قد ما تقول سبحان الله وقد ما تقول لازم وهذا اللي وصلت له أنا كونه لازم الناس القرآن يراه فيه فيه حكمة معينة فيه لغة معينة وهذا شيقوله مع المتدبرين الجدد كي ما يقوله هو مكتوب بلغة اللي كلمة النار عندها معنى آخر كلمة النساء مش هي المرأة مش معناها مرأة النساء هما اللي اللي ما عندهم ش بوفوار ما عندهم ش فلوس ما عندهم ش ثقافة ما عندهم الرجال قوامون على النساء بمعنى اللي عنده البوفوار هو اللي مسؤول على اللي ما عنده ش بوفوار معنى أنت مسؤول على أولادك لكن نجم تكون مرأة نجم تكون مرأة تسمع فيها وفهم برش حاجات وتحس اللي أنت انت محك تحل والوعي متاعك ارتقى وراجلك ليه راجلك نزيل بيت اي با انت مسؤولة عليه ايوي انت الرجال قومونا على النساء انت في الوضعية هذي انت انت مسؤولة انت تعاونوا فهمت بشي ارتقي حصلوا هذا معتا حاجات من جملة بارش حاجات فهمتهم اينا شخصيا بعد ما سمعت بارشة بارشة معتا علماء جد معتا يفسروا في النص القرآني بطريقة جديدة بشي خرجك مكل قيود متاع الخوف اللي تخلي مخك يقفية تسكر متحاولش حتى تحلوا كتاب القرآن ولا تحاول تفهم ولا متحاولش خاطرك تخاف ويظهر ليش هالرمضان يعني من اكثر المناسبات اللي نشوفه فيها قديش الخوف مسيطر على على علاقة العباد بالاله بالحق معنتها كيت تحاول تلاحظ وتعملوا انه بسيرفاسيون اوبجيكتيف معنى يعني نعرشة نتصور انسان ما هوش مسلم ولا حتى اكستخاتي غيستخيميكولوجيها كيشوف العبادة دوما شقاعدين يعملوا فهمتا شقاعدين يعملوا ايبان شي يعملوا بالنسبة لهم في الشهر الذية والمجهود اللي يعملوا فيه كونوا يقلبوا الوقت معتا هما كانوا يقوموا في النهار يخدموا في النهار يكلوا يشربوا يقضيوا قضيتهم يعيشوا في النهار توا معنى تصورة كان يكستخاتي غيستخي خزرنا يقولوا ليش بيهم ماذا توا ولا يصبحوا ريقدين وماذا بيهم معتا باقل حاجة يعملوها في النهار وبعض عادي ويجري 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 وكلهم هبلة بشي يشريوا اكثر ماكلة بالحق خضر الناس راو تاكل اكثر في رمضانة ذي معناها معلومات دقيقة مش تاكل تشري اكثر شوف انتي لدنيا معبيا معناها حسينه معناها تولي الناس تشري اكثر ماكلة تاكل اكثر وتلوح اكثر ويقلبوا ويقلبوا الوقت يعني يعملوا مجهود ومفيت الناس فيش تعبين تعبين في الموضوع ذا في قلبين الوقت والاي حتى ولادي توليوا مثلا يقروا في الليل مع اصحابهم فما السينتزة دا يعملوا كور في الليل مش يحضروا امتحانات يعني الناس تحاول تقلب الريتم الطبيعي متاحهم فهمت واغلبية العبادة فهمت وممكن انتي لتسمع فيها في الشين يوتيوب مكش هكا اما حسب ما نلاحظ اغلبية العباد يعدي النهار يا ما ريقد يا ما في الدار يا ما في الخدمة يا ما في الليسي فهمت ريقد بمعنى منيموم معنى تدو فونكشون مو فهمت منيموم ويبدو يحرر في الوقت كيم ما نقولو يحرر في الوقت فهمت اللي يهمت يلعب الكورة في الشارع فهمت ديجو نياز و الموتورات يبدو يجريوا ويجريوا يبدوا يحروا في الوقت ويتفرجوا في المسلسلات وفما هكا قلة قليلة عندهم هكا شوية هكا ربوع ساعة قبل المغرب يسمعوا لذين يسمعوا لقرآن اللي في التلفزق يسمعوا في القرآن ويحط كل البتهالات والدعاء وعمل رحو ومع تغيت جوال وذكا هوا يجي الليل عادل ما يكلبوه على خول معني هما كتعرف رمضان شهر الميكل شهر التصنيف شهر لرسات دو انا راني ما نشقاعد مش نزد الشيئ ذي بالحق مع دو سيتون بونة شوز دون لابسولي سي سي بيان جيري سي سي بيان جيري معني بيك في العائلة تتلموتك المبعادة ومن عرش تعمل مجهود كبش تعمل ديبلام زينين دون لابسولي سيتم بكتور دو كوهزيون فاميليال كوهزيون سوشيال وزيد الناس اللي طيبوا تخرج ميكلة ما فهمت اللي يخرج يعطي العساس يعطي الكذا ما فهمت يطيبوا يعطي ميكلة فهمت حش سيتها هاي لبارش لكن كيجي تشوف في العمق 90% ملعبات بالنسبة لهم رمضان هو القربان يعني في البرتيلولة والثانية حكيت على العلاقة الانسان بالإله في الديانات البدائية بين ضفرين مبنية على القربان والفكرة الكلة مبنية على الخوف كونه لزمني نعطي قربان للإله بش الإله ما يتغشش وما يعمل لنش زلزال وما يعمل لنش كوير الطبيعية وبالعكس يعطينا شوية مضر بش بش جينا العام سعبة وأمور نباية معنا الإله لزم ويرضى نعطيها قربان والله يكي تجي تثبت وتلاحظ التصرف العبات في رمضان كي إنهم يعني يقدموا قربان للإله خطر القربان فيه المفهوم القربان معنا فيه جيعة فيه سك خفيس دوك يقول كي سيد مشكلتهم وجاءت الرأس وإذي هي نقاشات العبيد رف إحنا بعاد يسر على الفكرة الحقيقية ولا الروح الحقيقية متع مفهوم الصيام اللي هو وراه نعود نفكر اللي ما يعرف شي يمشي حل النص القرآني ويمشي يتبع حتى لشين يوتيوب جدد متع ترتيل القرآني وكل راه وكلمة كلو واشربو مش معناها الماكلة ومش معناها شرب الماء فهمت فما بارش آية قرآنية فيها كلو واشربو ماش تحكي عالماكلة والصيام بصفة عامة ماش يحكي عالماكلة الماكلة سيتان بلوس ريت الناس المدينين الكبار والناس اللي تحب ويتحب ويتقربوا من ربي وكذا يبعدوا عالعالم نبي عليه السلام كان يمشي لغار حراء كان يقعد بالشهر ويهز معهم معنا حاجة قليلة ماكلة ويقعد واحد وينقطع على العباد مش يقعد يتعبد ويخمم ويقرأ ويفكر يعني هذاك هو المفهوم الحقيقي متاع الصيام كمعنتها نهج حياة حتى أيام مش وبرشة أيام المعدودات مش برشة مش لازم مش هار كامل توذا مش ندخله في التأويل وكل أما المفيد إنسان يحاول يحلم أخو يقول توه هذا اللي يعملوا فيه شهر كامل العباد فاش يعملوا يقلبوا الوقت تو سمبل مون تو سمبل مون يحاولوا يعملوا مجهود بش يقلبوا الوقت وبش ينجموا يأكلوا أكثر في الليل وتشوف عاد لفرماسي قادش يبيعوا في الدواء وليلاكساتيف ومتاع الغفل وغاستخيك وشي كبير ولايك النهار دولتي قالت يا ماما تيخش بهم توه العباد في عطش ينقصوا الماكلة يمشي ويشيروا دواء مشي نجموا يأكلوا أكثر وكل ماكلة ذيكا ما تقلقوا مش قادلوا شفتوا اللي دي سي سيلا بيتيس أمين معنا كينا بدلي ميت والله وذيك عليش رأوا الناس اللي عندها الوعي اللي عندها شوية هكا ارتقاء وفهم رأوا الرجال قوامون على النساء فهمت رأوا عندك مسؤولية عندك مسؤولية بش تحاول تعاون العباد مغير ما تصدمهم مغير ما تقولهم ليه وسمع رأوا مش هكا والمطلوب مش كو أنك تقعد معتها جعان وعطشان وتبدأ تسب وتسمع في الكهي سمعت العباد تبدأ تسب وتتعارك وتفك مش نروا ماش هذاك المطلوب فهمت بتحكي مع العباد بالسياسة تحاول تقول لهم رأوا برا ثبت شنو المطلوب بالحق برا أقرر نس القرآني يعني تستخيل انت تاو تستخيل ربي سبحانه معناها ربي سبحانه هو شو بشير بحكي في انت تقعد جعان تلميذ مثلا تلميذ يمشي يقرأ احنا في الفاكولتي يجي ويقرأ ماذا بيهم يقرأ وإلا حتى يقرأ ويبدو ريقدي في وسط السياس بدو ريقدي فهمت وراوح يضرب بنوم حتى المغرب ما يقرأ ما يقرأ وبعد في الليل القهوة ورا القهوة ورا القهوة بشيقرأ بلاي تتصور انت معتا الاله سيسا كيلفو الاله معتا هذيك اش طالب منك ما سامحني معنا قدش قدش الانسان فهمتا توا بعد التطور هذا العلمي والفكري والكل تتصور انت الاله قاعدة كي يستنى فيك يشوف كاي ما كليت شاي انتي سيبون هانو فلين اذاك ما كليت حتشاي ورا قد حتى المغرب سيبون ذاك معناها صايم وذاك همورو بي بشي دخل للجنة والاخر نفرضو الاخر كليك عبدقلا ولا كعبتين نعرفش انه غلى ولا بش يهس قلب ونقلو احنا ويمشي يكمل خدمته اجزرسيسات ولا دفورات ولا خدمته ولا اللي هو آه علي ذاكا فاترة ذاكا فاترة تنكش ندخلو الجنة معتا ربي سبحان وقعدة كي يشيد كونتابيليتا للعباد بحق قديش الانسان وهو سيس كنفروم معتا ليش خاطر ذا الكل من منطلق خوف خوف وخوف حتى مش من اليلان خوف من المجموعة خوف من العباد ولبرنسيب دو ميماتيزم سوسيال معتا كيما يعملو العباد نعمل انا كيما يعملو اغلبية العباد نعمل انا فهمت معتا الناس تشد صح في رمضان وتحس معتا اللي حكاية الصيام ها مبرشة وشوف ذاك هان وفاتر وكذا مش محبة في الدين ولا في القرآن خطرتو سامبل المينستريم تا المجتمع ماشي في الاتجاه ذاك لعدة اسباب هكثريتها اقتصادي وفيها اسباب نفسية كيما قلت لك فكرة القربان يعني بشيارض عليا وبعد سايبني نرجع نعيش حياتي صورتو كالناس كلي يبطلوا شراب في رمضان يبدوا يستنى وان نهارف الفعيد يمشي يجري فهمت ولا ويعاود تعود حليمة لعادتها القديمة ونفكركم اللي احنا اكبر شعب تبار كلا يكون سومي معنة الكحول وحتى المخدرات وكل شي الانسان يحلم النص القرآني فيه برشا حاجات زادة فيه قطع يد السارق اي نعم وفيه نعلمش المرأة اللي نسمعش كلامة الرجلة اضربها معتها القراءة البدائية للنص القرآني فهمت اي انت شبك تشد صحيح في تطبيق كان حكاية الصيام علش ما تحبش تطبق الاخرين والشريعة ومشارعة مش نقولك عليش خاطر من نجموش خاطر المجتمع المينستريم تاع المجتمع واللي تفهم حاجة اسمها حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل فهمت لك ما عشي نجم يتطبق الشيء هذك دونك مخو يعملو فيلتر ويحطو التالي سيبون فهمت يشوف شنية الحاجات اللي لازمو يعملها يعملها كقربان للإله بش يسيبون بالله خلي يرضى سيبون قصينا تذكر اللي جنة صومنا رمضان بمعنى حرمنا رويحنا من المكلة والشراب ومش مش كل القراية ولا العلم ولا الامتحانات ولا الخدمة ولا مش مش كل ذك سيسوقندير أبخيتو ربي سبحان ومقال شاقرة دووراتك في القرآن والله في ممرة هكا طفلة قالت البنتي قالت له هاي ما سيبا عندكي سيبا دون نتمنى البودكاست ما طويلش ياسر عليكم نتمنى الفكرة وصلت كونه ما تخليش الخوف يسيطر عليك حلم أخك ولكن انت وصلت معنى هالدرجة معينة من الوعي عاون العباد اللي ديرين بيك ما تصدمهمش ما تمشيش ضدهم ما تحاول تعاونهم بطريقة ذكية بيش تخرجهم شوية من الحفرة هذي متاع الخوف خاطر كي ما قلت لك من اللول الخوف يعني شو على الإلهية تطفيت من الصغرى دونك ما عاش موجودة دونك هو غير قادر اللي عيش في رمضان بالطريقة هذي غير قادر بيش يخرج من المينستريم من البوكل اللي هو فيها ستون بوكل كومبورتومنتال بوكل حلقة إن بوكل كومبورتومنتال يعود فيها يعود فيها يعود فيها كيما كل كيما كل حيوانات اللي بدوا يدوروا مع تفرحان اللي قامح واللزيت وكلو غمذولو معيني انفهم تبدأي دور يدور يدور presque دون 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 يسرون باقاند مع تا دون ني دون 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 نقولكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أقرأ خير خاطر القرية والعلم هي أحسن سبيل للوصول إلى الله وأكثر جملة جيت في النص القرآني راهي عمل الصالحات ربي سبحانه دي ما يحكي عالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أهم حاجة بيش تقرب الرب وتوصل الرب هو الفعل كونك تخلق حاجة حاجة تصلح تقرأ تتعلم تعلم لعبيت تصنع حاجة تنتج حاجة تعمل الصالحات ترجمة نانسي قنقر